ولكن نحن نعرف أن حزب الطيار الديمقراطي وهو ينتمي لتنسيقية الأحزاب الاجتماعية وبقية الأحزاب اللي قاعد ينصق معها في المعارفة زياد اليوم كانت عندكم رموز في الطيار الديمقراطي كما سي محمد عبو وحتى مادام سامية هي كانت ربما من بين حتى الأوائل السياسيين اللي دعاوا رئيس الجمهورية إلى التدخل إلى حتى نزول الجيش الوطني للشوارع وحتى وقف ما كان يوصف بالمهزلة في البرلمان وفي علاقة بالتجافة بوقتها بين هشام المشيشي وراشد الغنومشي من جهة ورئيس الجمهورية قاية السعيد من جهة أخرى اليوم ما تراوش إنكم تتحملوا ولو جزء بسيط من مسؤولية اليوم اللي وصلنا له علش اليوم ما نراوش وقف التأمل من قبل الأحزاب التونسية اللي تقول إنها تهمشت اليوم وهذا واقع صحيح هي تهمشت اليوم وابتعدت حتى عن مواقع القرار وهذا طبيعي جدا لأنه فيها أغلبها على الأقل الأحزاب اللي كان عندها في قل في الشارع اليوم هي تطرفة في إجراءات 25 جويلة وتعتبر إنها انقلاب طبيعي جدا إنها تكون بعيدة على مواقع القرار حاجة أخرى هي اليوم وين أحزاب المعارفة اليوم أنا لما نسمع زياد الغناء لما نسمع سي نبيل الحاجي وغيرها من قيادات الطيار الديمقراطي ومن قيادات المعارفة تتحدث في المنابر الإعلامية مع الأسف ما نشوفوهاش في الشارع اليوم كأن أحزاب المعارفة عاجزة على أقناع التونسية وهذا في حد فيته فيه مشكل يعني مش دورنا احنا مش دور رئيس الجمهورية إنه يشوف حل للأحزاب السياسية كيفاش تراجع روحها وكيفاش تقنع الشارع